ثلاث أسباب عشان تشتري الكريم ده السبب الأول إنه له فوات كتيرة جدا ومناسب لكل الناس زي ما هنشرح بالتفصيل النهاردة السبب الثاني إن سعره رخيص 50 جنيه بس السبب الثالث والأهم بقى إن اللي عمل الكريم ده زميل وصديق صيدلي شاطر جدا فلازم تنفعه عشان هو صاحبي لا بجد الكريم ده حلو جدا وعن تجربة السلام عليكم مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معاكم دكتور صيدلي عصام شومان حصلك تلف حجز البشرة نتيجة مثلا استخدامك لخلطات وكريمات غلط أو لأي سبب تاني بتعملي جلسات ليزر أو جلسات تأشير لما بتزيل الشعر بأي وسيلة بيحصلك التهاب بعدها حصلك جروح سطحية أو التهابات وحروق بسيطة زي حروق الشمس مثلا أو تلاسعتي لسعة خفيفة كده من أي حاجة سخنة جلدك جاف وخشن ومحتاج نعومة وترميم أو حتى بشرتك دهنية أو مختلطة وبين كل فترة وفترة يطلع لك حباية أو حبيتين مع البريود أو قبل المناسبات وعاوز حاجة تنشف الحباية دي بسرعة من غير ما تسيب أثر ربنا رزقك ببيبي ومع تغيير الحفضات بدأ يحصل له تسلخات والتهابات وعاوزة تستخدمي له حاجة قوية تخفف الالتهابات دي بسرعة وبدون ما يكون فيها كورتزون ولا أي مادة مضرة كل الحالات دي وأكتر نقدر نستخدم لها الكريم اللي هنتكلم عنه النهاردة وعشان كده قلت لكم الكريم ده لازم تشتروه الكريم ده اسمه سوا كومب ليه بقى الكريم ده مفيد وفعال مع كل الحالات دي؟ تعالوا نشوف التركيبة وهنعرف مع بعض زي محضراتكم شايفين دي التركيبة التفصيلية لكريم سوا كومب هنلاحظ ان فيها مجموعة من المواد اللي بتشتغل على تلطيف ومكافحة الالتهاب وترميم الطبقة العزلة للجلد زي مثلا اكسيد الزينك خلاصة الكاموميل أو البابونج البنثينول وخلاصة الصبار المواد دي عندها القدرة انها تخفف الالتهاب والاحمرار بشكل سريع وفعال وكمان ترمم حاجز البشرة وتصلح التلف اللي بيحصل فيه هنلاقي كمان مادتين مهمين جدا زيت القرفة وزيت شجرة الشاي اهم خاصية للمادتين دول انهم مواد مطهرة وعندهم قدرة عالية على مكافحة البكتيريا والفطريات يعني نقدر نعتبرهم كده بديل طبيعي للمضاد الحيوي موجود كمان ترطيب محترم باللانولين والجليسرين واليوريا وموجود كمان نسب بسيطة من فيتامين سي وفيتامين اي كمواد مضادة للأكسادة فالحقيقة تركيبة جميلة ولطيفة وخالية من الكحول وخالية من العطور الصناعية هترمم وهتصلح حاجز البشرة لكل الحالات اللي محتاجة لترميم وهتكون مناسبة كمان للبشرة الحساسة مناسبة لحالات كمان الإجزمة مناسبة وأمنة للحوامل والمرضعات ومناسبة كمان لكل الأعمار حتى الأطفال والردع من أول يوم كريمسا واكمب تقدر تستخدميه على أي منطقة في الوش وفي الجسم بالنسبة للجسم تقدر تستخدميه كذا مرة في اليوم وعلى أي مكان بما فيها الأماكن الحساسة بعد الليزر بعد إقزالة الشعر أي حاجة جسمك هيحتاج فيها لترطيب وترميم ومعالجة للالتهاب تستخدمي الكريم ده على طول أما بالنسبة للوش لو أنت بشرتك عادية أو جفة تقدر تدهنيه على الوجه كله لو تحبي مفيش أي مشكلة خالص بس ضروري تعمليره مساش كويس عشان يتم امتصاصه بشكل كامل وتقدر تستخدميه برضو كذا مرة في اليوم طبعا على حسب الاحتياج طيب لو أنت بشرتك دهنية أو مختلطة برضو هينفعك ويفيدك أيوة طبعا زي ما قلت في أول الفيديو هو حلو جدا في حالة الحبوب اللي بتطلع كل فترة اللي هي مجرد حباية أو حبيتين مش حبوب كتيرة ولا منتشرة في الحالة دي هتدهني الكريم مباشرة على الحباية نفسها قبل معاد النوم بساعة وتسيبيه للصبح وتعمل الكلام ده كل ليلة لحد ما الحباية تنشف خلي بالك الكريم ده ماينفعش تدهنيه على مساحة وسعة من وشك لو بشرتك دهنية وهو مش علاج للحالات اللي بتكون فيها الحبوب كتيرة لا ده حاجة زي الحاجات اللي بنسميها يعني بس على الحباية الرخمة بتاعة المناسبات دي بس ده كل اللي أقدر أقوله عن كريم سوا كومب اللي نقدر نعتبره بديل اقتصادي ورخيص جدا لكريمات ترميم الجلد الغالية زي لاروش بوزيسي كابلاست وافينسي كالفيت وبيوديرما سيكابيو وكل الحاجات دي بس مع الفارق طبعا ونقدر نعتبره كمان بديل آمن وطبيعي لكريم كينا كومب معالج الالتهابات الشهير اللي كلنا عارفينه ويمكن عشان كده صديقي يسمى سوا كومب لأنه فعال زي الكينا كومب في معالجة الالتهابات الجلدية بأنواعها ولكن طبعا كينا كومب عيبه أنه فيه كورتزون ومش آمن لكل الناس ولا ينفع نستخدمه لفترات طويلة بينما سوا كومب ما فيهوش الكلام ده خالص ونقدر نستخدمه بكل أمان ولو حتى طول العمر وبس ده كان فيديو النهاردة لو عجبكم الفيديو من فضلكم ما تنسوش تدعمونا باللايك على قد ما تقدروا وتعملوا شير للفيديو ده مع كل أصدقائكم وأكيد تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا الجاية بإذن الله والفيديوهات اللي فاتت هتلاقوا ظهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة ونشوفكم دايما على خير إن شاء الله في أمان الله